لم يكن جميل على علم بتلك المصيبة التي ستحل على رأسه عندما قرر الزواج فقد أنهى دراسته الجامعية في عام 2015 وقرر الاقتران بزميلته أنذاك مريم التي تصغره بثلاثة أعوام لكن عائلته رفضت الزواج قطعيا فالفارق الاجتماعي بين العائلتين كبيرا لكن هذا لم يكن كفيلا ليثني جميل عن الأمر وبإصرار العائلة على الرفض دخل جميل في حالة اكتئاب شديدة وظل في غرفته يرفض مقابلة أحيان وكان جميل يرفض تناول طعام وبقي على هذه الحالة لعدة أيام اذعن الوالدين أخيرا لمطالب ابنهما وقرر خطبة الفتاة له واتفقت العائلتان على إتمام مراسم الزواج وشعر والد جميل بالسعادة لأول مرة بعد خروج جميل من حالة الاكتئاب التي كانت تلازمه وبالفعل أقيمت مراسم الزفاف وبدأ المهنئون يتوافدون عليهما من الأقارب والجيران والأصحاب وكان من بينهم إحدى صديقات مريم المقربات وكانت تدعى سارة وكانت الأقرب هن إلى قلبها حتى أن مريم كانت تلجأ إليها في كل مشكلة تتعرض لها وإذا مرضت لم تجد أقرب من سارة لتتصل عليها أما أم جميل فقد شعرت أن ابنها بدأ يفضل زوجته عليها وأن منزله أصبح مزارا لعائلة مريم وصديقاتها وبينما هي غارقة في أفكارها جاءها اتصال قلب موازين الأمور بالنسبة لها رأسا على عقب قررت معه استدعاء ابنها جميل على الفور فأخبرتم جميل ولدها جميل أن زوجته مريم قد صنعت له حجابا ووضعته في وسادته لكن جميل ثارت ثائرته واتهمها أنها تريد الإيقاع بينه وبين زوجته فجن جنونها وقالت له كيف تجرؤ على مخاطبة هكذا وإن كنت لا تصدقني فاذهب وتأكد بنفسك غادر جميل غاضبا متوجها إلى منزله ودخل غرفة نومه وهو يفكر لماذا تتعمد والدته إثارة الفتنة مع زوجته وبالتفاتة عفوية نظر إلى وسادته وقرر أن يفتش الوسادة ليثبت لوالدته زيف تلك الافتراءات ولكن ما أن رفعها حتى سقط ما يدعونه الحجاب وكأن الدنيا كلها تهاوت أمامه وراحت آلاف الأفكار تدور في رأسه مريم؟ هل حقا مريم فعلت ذلك؟ ولماذا؟ وماذا سأقول لأمي؟ وراح يعتذر لأمه فهذه هي المرة الأولى التي يرفع صوته في مجلسها طالبا منها الصفحة والعفو ولكنه لا يزال غير مصدق أن مريم قد تفعل أمرا كهذا ثم تذكر فجأة وسأل والدته كيف علمت بالأمر؟ فقالت والدته ليس مهما كيف علمت بالأمر المهم أن تكون حذرا من الآن فصاعدا فشعرت الأم بسعادة بالغة الآن عاد ابنها إليها من جديد أما مريم فقد كانت منشغلة بمرافقة سارة إلى الأسواق ولم تكن تعلم بالمصيبة التي كانت تدور من حولها وبدأ جميل يحدث أمه يوميا بكل ما يحدث في بيته وهي تخبره بما يجب عليه فعله مع مريم أما مريم بدأت تشعر بتغير جميل الملحوظ وأنه يغضب على أتفه الأمور وكان يتوجه إلى أمه ويشكو لها حتى صارت أمه تتدخل في التفاصيل الخاصة في حياة ابنها ولم تجد مريم أحدا تشكو إليه إلا صديقتها سارة التي كانت تحاول تهدئتها بلغت الخلافات بين الزوجين مبلغا كبيرا لم تعد معه مريم قادرة على الاحتمال فطلبت الطلاق عندما علمت أم جميل بالأمر قالت لابنها طلقها وسأزوجك خيرا منها فجأة قالت أم جميل سارة؟ ما رأيك بسارة؟ سارة؟ قال جميل مستغربا ولكنها صديقة مريم لكن أم جميل أخبرته أن سارة تختلف عن مريم فهي التي ساعدتها في كشف حقيقة زوجته فقد اتصلت بها وأخبرتها أنها شاهدت مريم تضع السحر في وسادته فكر جميل جيدا ثم قال بعدها أريد أن ألتقي بها أولا ما رأيك أن نجتمع سويا في منزلي؟ لا أريد أن يشعر أبي بوجود شيء ثم إنه علي التأكد أولا إن كان ما تقوله صحيحا وبالفعل حضرت سارة إلى منزل جميل بحضور أم جميل وبدأت تحدثه عن مريم وكيف أنها كانت تتردد على السحرة والمشعوذين منذ زمن بعيد وأنها بالفعل كانت قد شاهدتها وهي تضع السحر في وسادته وما هي إلا لحظات حتى خرجت مريم من الغرفة المقابلة وكانت تستمع لكل ما قالته سارة فقد كان جميل قد اتفق مع مريم لتسمع بأذنها ما تحيكه صديقتها العزيزة ضدها وما إن رأت أم جميل مريم حتى صعقت وراحت تسأل جميل ماذا تفعل هذه هنا فقال لها جميل هذا بيتها يا أمي وأنا من طلب منها المجيء لتسمع أقوال صديقتها كي تعلم أنها وضعت ثقتها في أفعى أما سارة فغادرت دون أن تنطق بكلمة واحدة ثم تبعتها أم جميل ثم التفتت لابنها قائلة كن على ثقة بأنك سوف تندم وعندما يحين ذلك اليوم تأكد أنك لن تجد أحدا يقف بجانبك وعادت الحياة بين جميل ومريم بعد أن كانت على وشك الانهيار وبعد عام أنجبت مريم طفلا صغيرا أسموه سامر ولكن بدأت الأمور تأخذ منعطفا غريبا بدأ جميل يشم روائح غريبة في البيت وكان يستيقظ ليرى مريم تجلس وحدها في الظلام لساعات رغم بكاء ابنها المستمر إلا أنها لم تكن لتهتم له حاول جميل أن يفهم سر سلوكها هذا إلا أنها كانت تدعي أنها لا تتذكر شيئا ومرت الأيام وأصبحت تصرفات مريم أكثر غرابة ولكن في كل مرة يجد مبررا مختلفا لها تجنبا للخلافات معها وبسبب إهمالها المتكرر لابنها قرر أن يراقبها فوضع كاميرات دون أن تدري وعندما أراد فحصها لمعرفة ماذا حدث أصابه الذهول فقد رآها تضيء الشموع في البيت وتجلس حولها وتتمتم بكلمات غريبة ومرت الأيام وهو يشاهد مريم على هذه الحال ولم يخطر بباله أن المصيبة الأكبر ستأتي لاحقا ففي أحد الأيام وعندما دخل البيت كان فارغا لا وجود لمريم فيه ولا لابنه الصغير وراح يبحث في المنزل فرأى منظرا قصم ظهره وقلب كيانه ونزع من جسده ما تبقى له من روح رأى جميل ابنه مدرجا بدمائه جثة هامدة تجلس بجانبه أمه كانت تتمتم بكلماتها الغريبة ثم تبكي لم يتحمل عقله ما شاهده فغاب عن الوعي وعندما استيقظ كان في المستشفى وكانت أمه تجلس بجانبه وهي تبكي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة